مثلت ولاية داخل الوذيب أولى محطة سباق أفريكا إيكورايس في بلادنا ضمن رحلة ستستمر حوالي أسبوع يمر بها الراني بكامل الأراضي الموريتانية وللوقف على كفة ضمانات لضمان سير السباق في أحسن الظروف والاعتناء بضيوف موريتانيا أدى وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة مساء أمس زيارة مدنية لمخيم السباق بمقاطعة الشامي أرى لأفريكا إيكورايس حطر حالم جديد بالأراضي الموريتانية بعد الغياب الذي فرضت جائحة كورونا كل الظروف تم التهيئتها هنا بهذه النقطة والمتسابقون يشتغلون بالاستعداد للرحلة القادمة ضمن جو أمن وسكينة وسلام لقد حظينا باستقبال واهتمام كبير من لدن الموريتانيين المعروفين بكرم الضيافة كما تعلمون تعتبر الصحاري الموريتانية حلقة مهمة في راليا أفريكا إيكورايس بفعل صحاريها الوعرة والجميلة في نفس الوقت لدينا ذقة متبادلة منذ 2009 مع موريتانيا هذا نحظى فيه كل مرة قدمنا إلى هذا البلد بجميع التسهيلات وهنا نشهد بجو الأمن والاستقرار كما نذمن تقريب خدمة التاشرة التي أصبحت متوفرة عند أول نقطة محددة للسراحة عند دخول الأراضي الموريتانية وهما سمح لنا باستغلال الوقت عكسا لما كانت تأخذه منا من الجهد والوقت عند المعبر الحدودي أنا طيار متقاعد بالخطوط الجوية الفرنسية ومنذ سنوات أتولى مهمة التنسيق عبر الرجل لراليا أفريكا إيكورايس إننا مرتاحون بالقدوم إلى موريتانيا التي ألفناها خلال هذا السباق منذ عديد السنوات وبجو الأمن والاستقرار بهذا البلد المضياف خمسمائة متسابقة حطوا الرحالة بمقاطعة الشام ويئت لهم الظروف للحصول عدد تأشيرة بهذا الفضاء المفتوح وحين أرخى الليل السود له أدى وزير التجارة والصناعة والصناعة التقريدية والسياحة السيد المرابط البناهي صحبة والد أخي تنوذيبو السيد يحيو الشيخ محمد فهل زيارة ميدانية للمتسابقين للوقوف على ما هيئ لهم من راحة بالأراضي الموريتانية حيث زار الوفد المخيمة ضمن تأكيد من الوزير على أن موريتانيا تعمل من أجل أمن وراحة المتسابقين وجعلهم في ظروف الملائمة للقيام بسباقهم في أحسن الظروف طيلة تواجدهم بالأراضي الموريتانية الوفد زار كذلك الجانب المخصص للتأشرة حيث تسير الأمور حسب ما خططته الجهات المعنية وسط ارتياح المتسابقين المكتب الوطني للسياحة رحب بضيوف الجمهورية الإسلامية الموريتانية بكل لغات العالم الحية مؤكدا بأن المتسابقين سينالون الرعاية الكاملة طيلة تواجدهم بأراضي موريتانيا أتقاسموا وإياكم لحظات وصول المشاركين في سباق رالي أكورايز في طبعته الرابع عشر إلى الأراضي الموريتانية إحدى أهم محطاته هذه التظاهر الرياضية الهامة تعيش بلادنا ولله الحمد تحت القيادة الحكيمة لفقامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في جو من الأمن والاستغرار والتنمية انعكس على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويعتبر مجيئكم اليوم دليلا على ذلك في مجال السياحة في هذا السياق يعتبر اختيار موريتانيا من قبل المنظمين لهذا السباق اللي برهان واضح على نجاعة سياسة الجهود لفقامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني وهذا ترون أنكم اليوم موضع ترحيب من قبل الجميع على أرض كرم الضيابة هنا ودع الوهد المتسابقين الذين تابعوا الاستمتاع بالفلكروري الموريتاني رقصا وقناعا وأدان وسط حضور المكتب الوطني للسياحة وكبار المتسابقين يختتم الحفل بعودة الجميع إلى أماكنهم لأخذ قصة من الراحة استعدادا للانطلاقة المقبلة لقناة الموريتانيا عبدالله الزبير مقاطعة الشام